السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلاة السلام على مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخباتي يوم شاء الله نقدم معكم هذلك كهذا بالنكرة دي الكراميل كي يجي غزال وزوين بلين وكذلك تيجي مسقي وكيدوف الفن فبسم الله على بركة الله غادي نبدأ أول حاجة غادي نحتاجونه واحد جوج بيضات غادي نبدأهم الكامل غادي نضيفوا عليه واحد الكأس ديال سنيدة هناك نعبر بالكأس ديال العنبة وكأس ديال الزيت كما شتورهم مع عمرينش يعني حتى الفن نقصين شوية أصلا يعني ما زل غادي نديروا الحلوة فما بها ما فيها باس أنا نقص شي شوية من سنيدة هنا يا زيت زيت اضفت واحد الخنيشة ديال السكر ديال الفاني وغادي ناخد طراب هكا الكهربائي وغادي نخلطها شي مزيان حتى تخلطوا له هاد العناصر حتى كنحصل على واحد المزيج اللي يقص لها مزيج اللي مخلطت مزيان هذا كل البيض ومع الزيت وساندة مهم كل شي تخلط لنا مزين وكادلك الفاني ضنوني البهجي نملك الدهن بعد الدهن نتغلق نضيف ندخلق نضيف المتعامل تخلط مع بعض العناصر نضيف صفايا وضع كأس 1.5 دقيق أضيف خمرة 1.5 دقيق 5 دقلي 10 جرام 1.5 دقلي 1.5 دقلي نضيف كل شيء بدقة ونغرب لها الشيء كامل على هذا الشكل ضروري انا نغرب له الطحين باش الكيك دين يجي نمفش فش سافي هنا كما كتشوفوا كيبقوا هاد الحوبيبات هكا ها غادي نمعكم بشو شوية بوحدة الملعقة على هات الشكل يعني حتى كان حتى يتغرب له بالنسبة الى كان مثلا عندكم البيض كبير انا كان عندي البيض يعني متوسط الى كان عندكم البيض كبير ووجاكم الخالط ديال الكيك جاري بزفن بزيد واحد معلقة كبيرة ديال الدقيقة ما غادي شيء يدر المهم هنا اختيت غطر باليدوي هو باش غادي نكمل وغادي نخلط هات الشيء هكا زيان لها تشكل سافي من بعد كتتتعملو غادي نخلط اليدوي يعني مهنية فاش كتتديرو الخمرة والطحين ما كتتديروش طراب الكهربائي يعني تستعملو غادي طراب اليدوي سافي غادي نستمر اكواح تنحصل على واحدة خلط ديال الكيك كيكون هو شيء المسائل يعني مكتجينش العجينة قاسحة فهنا يا البنات انا يعني بكل صراحة حسيت بالعجينة بحلجي شوية قاسحة لانك يبقى تعليح صب البيضي لك البيض الصغير فراها عادي تسميتو لهذا هنا تقريبا واحدة ربعات المعالق ديال الحليب لان الخليط اللي كي يخصي جيكم شي شوية سائل هدك شلش انا زيتك شي شوية ديال الحليب ولمهم خاص العجينة ديشي هكا تماما كما كتشوفو قدامكم طفي هناك تكونوا لهنتو المول ديالكم زيان بزبدة والطحين طفي وغادي تكبوها دلي كيك ديالكم وكتهزوها كيال فوق وعدك تكبوها بشك يخرج منها هدك الهواء اللي كيكون فيها غادي نستعمر هاكا حتى نحيي الكيمية اللي ما زال عندي هنا يا انا راني درت الفران كيسخن على درجة الحرارة تكون مهيلة غادي نطيبوه في الفران ديالكاز اللي يخصي تدخل على الفران يكون صحون ماشي صحون بزاف وإنما المهم ستكونوا قبل دا شعلته ونقصوه للعافية سوف نزعزعها كاشي شوية غي باش نقضها وتجي مستوية وغادي ندخلها للفران دبه هنا غادي ندوزو نقضو يعني الطبقة الاولى اللي غادي نتهنو بها هدلي كيك هنا استعملت جوج حكاك ديال ضانون تاع تاع الكراميل لما دا قدروا صراحة كيتلع رائع هنا هدي عندي الكريم شانتي كتديروا 71 جرام كتعبروها بالنسبة لهذا الخنيشة هدي الكارتون اللي عندي فيها 100 جرام فانحيت منها 71 جرام سوف نخلطوهم هكا مزيان مع هادا كدانون ديال الكاراميل كنطربوهم هكا مزيان حتى كنحصل على واحد الكريمة اللي واقفة هانتم كما كتشوفو كريمة يعني عاقدة مزيان واقفة ضغياء كتطلع لنا لما كتاخد شي وقت سوف نضعها في طلاجة تشد زيت شد راسات برد ديال الكيك ديالنا راحت بلينات بارك الله راحت لها رائع وزمين بزيف فقط اللي بناس يعني مليني تابلكو من فوق سوف يبلا نطبطوه هادل تحت كتتقبوهم زيان هكا كمشتوب واحد الوض خشبي وده بغادي نسقيه بواحد الكويت هكا ديال قهوة نسقيهم زيان باش يعني يجينا ارطب وما عادي شي ندير هاد الكاس كامل يعني ما عادي شي نديره بالكامل المهم عادي نسقي هكا شي شوية قدم هكا هكا عيني ميزاني وصافي نحس بها انها شرباز مزيان صافي وغادي نكسافي هادك الكريم شانسي اللي وجدنا هادك الكريم اللي وجدنا هادك نوضعها هكا يها ونحاول هاد الكيك ديالنا هكا من فوق ونحصف دب واحد شوية ونحصف دب واحد شوية ونحصف دب واحد شوية ونزينو بها في الاخير وفاش نكملوها ندخلوها لتلاجة تبرد نبغا ندوزو نوجدو يعني الطبقة الثانية اللي غادي نديرو عن فوقها هنا ياخدت شوية الشوكولات بيض وغادي نزيد عليه واحد الحك ديال 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 الكراميل بطبيعة الحل هنا يحضر بعض الحبات ديال شوكولات الأبيض اللي دوبت نزيلو شوية ديال الحليب غادي نجري هاد الكريمة هادي مجينيش عقدة نايم بعد ما خرجت عوثاني الكيكة ديالي كمشتوفش دهنها يعني بالكريمة الأولى ودخلناها لتلاجة وشدة ثراثها يعني كنشدو عوثاني هاد الكريمة الثانية كنكبوا فوقها ونبقوا نميلو الكيك هكاها باش يوصل يعني للقناة كاملين ويهبط لينا بواحد شكل يكون متساوي سافي غادي مقاردة هكاها وراني محصف ضعم شوية في الزلافة غادي نكمل بهاكاها نعود نزيد نقد بالمعلقة ولا هاد شكل سافي كتحاول تقدوها الجهة اللي بنت لكم مقستهاش الكريمة كتتقدو بالمعلقة سافي دباع ثاني غا نعود ندخل لتلاجة تشتراسينيك فوق ما بغينا ان وجدو شي شي كريمة وهي كندخلها تبرت في تلاجة هنا هاد الكريمة اللي حتفتنا بها في الاول يعني الطبقة الاولى اللي حتفتنا بها هادي نزيد لعنية شوية دي الحليب كما غا تشوفوا معايا باش نجريها سافي غيب المعلقة هاكا تبقى تحركوها هاكا يم زيان نتمعكو فيها هي راكا تترخى وكتلق هاكا كما كتشوفوا هنا اخذت هاد ورق طبخ هاكا ها غادي نوضعو فوق هاكا هو اللي غادي نشكل به هادوك الخطوط كيف ما ممكن انكم يعني تديروه في بلاستيكا هاكا ها وتتقبوها وتشكلوا خطوط ديالكم سافي غادي ناخدها هاكا ها وغنبدأ نشكل خطوط ديالي على هاد الشكل يعني بطريقة ساهلة جدا وشكي اخوة يعني كتعودوا سعمروه وغضي نستمر على هاد الشكل يعني غضي نمشي نديرو بحال طريقة ديال ملفي اه الكل كيعرفها سافي من بعد هنايا اخدت شوية ديال الشوكولات العوثاني اسود وغادي نزيدله شوية من الكريمة غيباش يعقل باش يختارش شوية يعني ما يبقاش جاري سافي وغادي نحاول ندير عوثاني خطوط هاكا ايضا هتش هو مازال سخون صراحة شوية يعني ما جاونيش الخطوط بحال يعني باش درنا الكريمة الاولى يعني كيكون جاري ما كيساعدش بزاق المهم انا يدخلتهم بشي شوية لتلاجة بشي شد راسو سافيكم بقاون ديرو هاد الخطيطة هاكاها بحال شكل يلمي فيه كما كتعرفو طريقة سهلة انتم مغي يعني تديرو ديال الخطوط ساود افا مباشرة يعني بسرعة ديرو ديال الخطوط انا راح خليتها شي شوية شاشق صح ليها الشوكولات الاسود يعني وخاكا دوزن فوقها داك لعود الخشابين ما كيعطانيش هادوك تموجات سافينا ينباد ما كتساليو على هاتشكل قدي تزينو هاكا يدرت لها انا شو يدي الشوكولات هاكا حبيبات من الجناب وكي بقا لكم الاختيار تديرو هاكاها اولا مثلا تديرو لوز ايفيلي كذلك يجيزوين اولا الكوك اولا المهم تتزينو على حسب الاختيار انتمو كيفاش بغيتوها انا قد نستمر هاكا حتى نملأ هالجواني بديناها بالكامل على هاتشكل وكي نديرو فوق شي حاجة هكا باشا لا تحت شي حاجة يعني كتعودو جمعوها حاجة ما كتضيح طفي بنات بعد من ما قطعت هاكا قطعت على شكل مربعات هاكا وصافي ثم ويما دوي شكل نهائي ديالها كتجيها البنات الغزالة بنينة وكتجيها شيشة مسقية بعدها كتدوب في الفم كتجي مسقية بديك القاوة كتدوب في الفم صراحة كتجي رائعة بالمداق ديال ديال الكراميل جات ممتازة جدا ننتمنى ان شاء الله انكم تجربوها راها انا متأكدة انها غدي تنال اعجاب ديالكم شكرا بزاف على حسن تتبع ديالكم ونقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله ما تنساش تشاركوا معي في القناة ديالي سميك الكوش الى اعجابكم الفيديو وكذلك دروينا واحد لايك وشكرا لكم الى اللقاء ورمضان مبارك كريم عليكم وعلى الجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة